هذه النقاط الكلب يحبوها وبالدورات تعمل حماس هذه العلبة المفروضة تكون مع كل شخص يدرس عندي بما ان الدراسة أدستانس فأنا سأجمع لكم عندي هنين عبارة عن نقاط مثل ما شايفين لو على الواقع التدريس كان كنت وزعت لكم هيك مبدئي على الواقع وقت تبدريس أما عن بعد فالشخص مثلا بياخد خمس نقاط هذا الكلب يعرفوه هو عبارة عن كرت ذهبي اسمه كرت ذهبي خمس نقاط والكرت الألماسي اللي كان هوي عشرين نقطة هون في عندي كرت النقطين هون كرت النقطة وهون كرت العشر نقط كيف نحن بنقدر نحصل على هدول كلياتهم بالدورات وشو الرقم المحدد اللي لازم نوصل له حتى نكون مميزين هاي الكروت عن قرم حتى تفهمون أكتر علي بوم بوغ وبكتب هون اسم الشخص يكون في عنده هاد الكرت يعني بس يحصل الشخص على هاد الكرت يعني نقطة واحدة هاي نقطتين هاي سنك بوان هاي عشر نقط كيف الواحدة بيقدر ياخدون النقطة الواحدة بيقدر الشخص ياخدها من خلال التفاعل بقلب القروب يعني بقروبات المستوى الأول الثاني الثالث هيك وصول الخامس أو مثلا بالدورات الإضافية اللي بعملها إذا كان في تفاعل أو شي لفتلي انتباهي مثلا شخص مريض أوقات بدون ما يسكر لي أنه هو مريض بس أنا لاحظت أنه هو مريض بس عم يحضر بياخد نقطة إضافية لأنه هو ما خبرني أنه مريض بس بنفس الوقت ما روح الدرس أو قوات شخص مسافر بيسمع بالتسجيلات بيكون أنه بيقلب القلب أو بالعجأة بره بيسمع أصوات فبيكون أنه هو يعني ما هيك ما روح الدرس فبيستاهل نقطة إضافية أو ممكن بالمسابقات وأتبع من المسابقات سرعة أو خلال الدروس أي شيء يعني بيصير في نقطة إضافية بيكون نقطتين إضافيات هني أكتر أكتر شيء يعني للشخص يلي ما بيغيب ولا درس يعني إذا كان مثلا عندي 33 درس ما غاب ولا درس الشخص بياخد نقطتين بنهاية الدورة الخمس نقط هاي منسميها يعني الكرت الدهبي كلهم بيعرفوه هادي يعني قد بيطلب مهمة صعبة أو تصرف مثلا يطلع كتير كتير حلو من حدا أو مثلا شغل على الدفتر يعني كتير شغل حلو ما حدا عمله من قبل شي لفتلي انتباهي كتير وفاجأني فدغري بياخد كرت دهبي خمس نقط العشر نقط هني أكتر شيء على التفاعلات يعني تفاعلات الصفحة مثلا الفيسبوك الانستغرام دفاتر الطلاب اليوتيوب بأي مكان بس شوف الشخص كتير متفاعل وعم يتعب حاله بلايكات كومنتات هالقصاص فهو أكد بيستاهي العشر نقط لأنه هو يتعب حاله وساهم بأنه نحنا ينتشر أكتر التعليم بأكتر يعني أماكن أكتر لأنه أكيد لما شخص بيجي يحط لايك أو كومنت على بوست تعليمي فأكيد حيطل عند أصدقائه وأصدقائه حيشتهوا يتعلموا من هذا البوست للكرت الألماسي أو هو اللي يشترين نقطة يعني الغالبية بيعرفوا أنه كرت ألماسي هو بلو لونة بلو هاد لما بيكون في فكرة كتير كتير قوية عملت شوي ضجة بالقروبات شجعت مثلاً أنه فكرة مثلاً عن أفعال أنه طريقة حفظ الأفعال هاي الفكرة كتير قوية كانت وشجعت أنه جروب يحفظ أفعال أو فكرة مثلاً لطريقة تزيين دفتر تساهمت بأنه الأشخاص كلهم ينسوا الدفتر بنفس الطريقة أو للتحديات الصعبة كتير يعني مثلاً بيكون في عنا اللفظ ميت فعل بتسجيل صوتي واحد بدون ولا غلطة فهالتحدي كتير صعب وبدو كتير تدريبات لنوصل للعشرين نقطة وهي النقطة بالأخير في شيء إلى اسمه أوتوب يعني بس يوصل الشخص للميت نقطة يعني بقدر الشخص من نقطة ثانية يسألني أنه يصاروا نقاطي بس مو كل يوم يعني من نقطة ثانية فبيكون صار أوتوب بس يكون ميت نقطة وبنزل اسمه على الصفحة ومبارك له كلياتنا أنه يوصل للمركز الأول من بين الجروبات يعني نوع من الحماس هلا لو كان الشخص على الواقع قدامي وعم درسه على الواقع أكيد بيكون في إله كادو كتير حلوي هدية كتير حلوي لإله بتمنى يعني أنا قدام هدايا للكل بس بما أنه التدريس عن بعد فحيكون يعني الشي معنوي حيصير مشهور بين الجروبات أنه هو يوصل لأوتوب للمركز الأول طبعا بقدر يوصل كل فترة والتانية حدا معين للأوتوب وأكيد الكل حيصيروا يحقوا فيه أنه هاد وصل لفوق تقريبا يعني ممكن ياخد سنة لحتى يوصل لأوتوب لأنه مو كتير كريمي أنا بالنقط يعني وياخد وقت لحتى يوصل لنية نقطة الشخص خلوا دائما ببالكم هي الحكمية لسوكسير إلا السوم دو بتي إفور ريبتي جور أبخي جور يعني النجاح هو مجموع الجهود الصغيرة اللي بتتكرر يوم بعد يوم يعني منكرر عبارة عن مجهود كتير صغير شوي 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 بدون أي ضغط لنوصل للقمة شوفوا مثلا هلأ هيا عم تتسلق لفوق تخيلوا لو هي كل يوم شوي صارت تطلع 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 هتوصل لفوق بعدين هتكون ناشحة والنسبة للغة الفرنسية بالجروبات في كلمة impossible وبمحي منا حرفين E وال M لحتى تصير possible يعني كل شي ممكن وما في شي مستحيل